اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر ممكن تبقى يعت في امان الله كده تلاقي واحد داخل عليك يقولك يا دكتور انا كنت رايح اعمل اشعة عشان عندي مشاكل في المسالك البولية لقوا بقرة على الكبد ودكتور المسالك قال لي روح لدكتور البطنة يشوف البقرة دي ايه بالزبط فازاي تتعامل مع هذا المريض اكتشاف بقرة بالصدفة على الكبد هل دي حاجة حميدة ولا حاجة خبيصة هنعمل ايه مع المريض ده في حصات ايه اللي هنعملها وحلقتنا طبعا مخصصة للأطباء وما تنساش في البداية اعملوا لايك للفيديو بص يا صديقي العزيز موضوع ان احنا نكتشف بقرة على الكبد ده بنشوفه كتير شائع مريض راح يعمل صنار او اشعة تلفزيونية لأي سبب مشكلة في المسالك مشكلة في المرارة مشكلة في الرحم عند السيدات مثلا المهم لأي سبب لقوا بقرة على الكبد ده حتى ممكن يكون راح يعمل اشعة مقطعية على الصدر ففي اجزاء من الكبد ظهرت في الاشعة وطلع فيها بقرة على الكبد فالمهم مريض جايلك واكتشف بالصدفة بقرة على الكبد هتتعامل معي ازاي اولا يا صديقي العزيز لازم بالتاريخ المرضي وبالفحص الجيد جدا تستبعد عوامل الخطورة ان المريض ده ممكن يكون عنده يعني ورم في الكبد يعني لازم تاخد منه تاريخ مرضي كويس جدا ولازم تفحصه كويس جدا عشان نشوف هل عنده اي عامل من عوامل الخطورة اللي تخلينا نشك فيه يعني انه يكون عنده ورم في الكبد زي ايه بالتاريخ المرضي تشوف هل المريض ده عنده سيروزز اصلا يعني ممكن المريض يقول لك يا دكتور ده انا عندي تلايف من ثلاث سنين من اربع سنين مثلا هل عنده مثلا عدوة بفيروسات كبدية زي فيروس بي او فيروس سي حتى لو مفيش تلايف هل المريض بتاعنا بيشرب كحليات بكميات كبيرة هل المريض بتاعنا عنده اصلا ورم سرطاني في اي مكان تاني غير الكبد يعني مثلا عنده سرطان في القولون سرطان في البرستاتا في البنكرياس اي مكان تاني لان في الحالة دي ممكن يكون اللي في الكبد دي بقر سانوية مثلا هل في تاريخ في الاسرة عيلة هذا المريض عندهم اورام سرطانية او مشاكل في الكبد فكل الحاجات دي بنشوفها بالتاريخ المرضي كذلك الامر بالفحص نشوف المريض بتاعنا ونفحصه هل عنده اي علامات تقول ان عنده مشكلة في الكبد يعني هل فيه جوندس اسفرار في العين او يارقان هل فيه اسايتس استسكاء هل فيه اللي ورلين بقديمة تورم الساقين هل فيه دايليتة ابدومنالفينز الاوريدة اللي على البطن دي زهرة وكبيرة هل عنده جينيكوماستيا اللي هو التثدي هل عنده هباتو ميجلي او سبيلونو ميجلي تدخم في الكبد تدخم في الطحال هل عنده بالباب والماس لما تيجي تفحص بطنه لقيت كتلة تحت ايدك اصلا هل المريض بتاعك وزنه نقص جدا عنده كككزية او هزال هل بيجيله فيفر او ارتفاع درجة حرارة كل يوم بالليل هل بيعرق كل يوم بالليل هل عنده تدخم في العقد اللينفوية فبالفحص كمان بنشوف هل فيه اي عوامل خطر تخليك تشك ان هذه البقرة ورم ولا لا فلو بالفعل سواء بالتاريخ المرضي او بالفحص لقيت ان المريض بتاعك عنده عوامل خطر في الحالة دي بنكمل معاه في الفحصات وبنخليه يعمل ترايفيزيك سي تي اشعة مقطعية بالسبغة سلاسية المراحل وطبعا هنطلب له الفافيتو بروتين اللي هي الدلالات الاورام بتاعة الكبد بتساعدنا كتير كزالك صورة دم كاملة وزائف كبد وزائف كلا التحاليل العادية اللي بنطلبها لكن المهم ان احنا بنطلب له ترايفيزيك سي تي الاشعة المقطعية بالسبغة سلاسية المراحل غالبا هتقولك التشخيص ممكن المريض بتاعك برضو تطلب له رانين مغناطيسي بالسبغة وده يعتبر الجولد ستاندرد هو ده الاساسي في التشخيص لكنه مش متوفر في كل مكان ويغالي شوية زي ما احنا عارفين فالمهم ان في اغلب الاحوال هتطلب له ترايفيزيك سي تي وزي ما قلنا في اغلب اغلب الاحوال هتشخص لك البقرة دي ايه بالزبط هل دي حاجة حميدة ولا حاجة خبيسة وهتقولك ايه بالزبط ممكن في حالات قليلة جدا لو هذه البقرة اقل من واحد سنتي الترايفيزيك سي تي او حتى احيانا الامر ايه ما يقولكش على التشخيص مايعرفش يوصل للتشخيص وفي الحالة دي غالبا بنعمل فولو اوب بعد ثلاث شهور او كل ثلاث شهور ونشوف هل هذه البقرة حجمها سيبت زي ما هو فبنستمر في الفولو اوب كل فترة ممكن نطول بعد كده ولا حجمها بدأ يزيد وبدأت تاخد كريتيريا وبدأ يزهر التشخيص بتاعها بالترايفيزيك سي تي او بالامراي طيب على الجانب الاخر مريض بقى جالك واكتشف بقرة بالصدفة على الكبد وهو ما عندوش اي تاريخ مرضي لمشاكل في الكبد مفيش تلايوب في الكبد مفيش فيروسات كبدية مفيش ورم في مكان تاني الاسرة عنده ما فيهاش اورام ولا حاجة الحمد لله وكمان بالفحص جيت تكشف عليه لقيته سليم تماما ولا تدخم كبد ولا تدخم طحول ولا عقد لنفوية ولا جندس ولا اي حاجة خالص المريض سليم ومعندوش اي اعراض في الحالة دي بنشوف السنار ايل ايه بالزبط وايه الفيتشارز اللي هو ايلها في معظم الاحوال في الحالة دي السنار هيشخص الموضوع اصلا زي ما بنشوف ان في معظم الحالات نلاقي السنار يقولك يعني دي غالبا وحمة على الكبد بنسميها بالعربي وحمة او هيمانجيومة السنار هيشخصها خصوصا لو اغد الكريتيريا حجمها اقل من 3 سنتي وكمان نورمال ليفر باقي الكبد سليم تماما فهنلاقي السنار في الحالة دي بيقولك انا لاقي فوكالليجن بمواصفات كذا 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 ودي موستلي هيمانجيومة واحنا المريض بتاعنا ما معهوش لا تاريخ مرضي ولا علامات تخلينا نشك في اي حاجة فالمريض ده خلاص بنكتفي على كده ومش بنعمله الفحوصات تانية اما لو السنار نفسه لم يحدد ومش قادر يوصل للتشخيص ففي الحالة دي هنطلب له المرحلة التانية من الفحوصات اللي هي ترايفيزيك سي تي اشعة مقطعية سلاسية المراحل او رانين مغناطيسي بالسبغة اذا كان موجود وبرضو ترايفيزيك سي تي في الوقت ده برضو هيطلع لك التشخيص وهيقولك اذا كانت دي حاجة حميدة ولا حاجة خبيثة وكده يعتبر خلصنا حلقتنا النهاردة لو انت عايز تقفل اقفل بس انا هقول شوية نقط سريعة كده لو حابب تزمعها في بعض الحالات اللي ما بيظهرش التشخيص فيها بالاشعة المقطعية سلاسية المراحل ولا برانين المغناطيسي ولسه احنا شكين في المريض فممكن نحتاج ناخد منه عينة بس طبعا بركوشنز كبيرة اوي بنخاف لان البقرة دي لو كانت ماليجنانسي فممكن النزيف يكون شديد كمان ممكن نعمل انتشار او سيدنج لهذه الخلايا السرطانية فده لازم يكون طبيب متخصص في الكبد هو اللي يحدد اذا كنا ناخد منه عينة او بيوبسي ولا لا في بعض الاحيان كمان ممكن نلجأ الى الجراحة لكن دي حاجات متقدمة ما لاش احنا دعوا بيها بنسبها للطبيب المتخصص في امراض الكبد دلوقتي كمان هقولك بعض الامثلة من البيناين فوكالليجنز اللي ممكن نلاقيها وممكن نكتشفها بالصدفة اول حاجة طبعا والاشهر على الاطلاق هي الهيمانجيومة او الوحمة اللي على الكبد زي ما بنقول في الغالب بتكون بقرة واحدة لكن احيانا قليلة يبقى كزا بقرة لكن اكتر حاجة هي بقرة واحدة وبالنسبة للالاج بتاعها مش بتحتاج اي علاج لو كانت اقل من خمسة سنتي مش بنعمل اي حاجة تاني بنسبها زي ما هي اما لو كانت اكتر من خمسة سنتي فبعد سنة نعمل لهذا المريض ترايفيزيك سيتي او رانين مغناطيسي بالسبغة ولو لقناها زي ما هي ثابتة في الحجم ومفيش اي مشاكل فخلاص بنكتفي على كده اما لو لقناها بتزيد في الحجم فبنحولها لطبيب متخصص في امراض الكبد او معهد للكبد يتعامل معها النوع التاني من البناين ليجنز حاجة اسمها فوكال نوديلر هايبر بليزيا ودي عبارة عن خلايا من خلايا الكبد ومتجمع حول سكار او نبه وبرده دي في معظم الاحوال مش بتحتاج اي علاج ولا حاجة لكن لو عاملة اعراض او عاملة بعض المضاعفات ممكن نحتاج لتدخل جراحي احيانا او ساعات نعمل لها ترانس ارتيريال امبوليزيشن او راديو فريقونسي ابليشن بس طبعا الكلام ده برضه مع طبيب متخصص في امراض الكبد كمان من البناين ليجنز هي الهيباتوسيلر ادينوما وده بيكون ورم حميد في الكبد غالبا بيبقى بقرة واحدة ومع انه مش ورم خبيث لكن ممكن يحصل منه بعض المضاعفات زي انه ممكن يعمل انترابريتونيال بليدنج او يحصل في نكروزيز بعض المضاعفات يعني لكنه في الاساس هو ورم حميد مش بينتشر يعني ومش واخد الصفة الخبيثة ولو كان حجمه اقل من 5 سنتي ومفيش فيه اعراض فمفيش علاج لكن بيتابعه كل فترة فقط اما لو كان حجمه اكتر من 5 سنتي او كان عامل بعض الاعراض فده هنحوله لطبيب الكبد اللي هيقول يا اما نعمله فول اوب يا اما برضه نعمله او نعمله او نعمله امبليزيشن زي ما يشوف اما لو كان عامل مضاعفات زي الانترابريتونيال بليدنج فدي طبعا حالة خطر وعناية مركزة وتدخل جراحي وحاجات زي كده كمان من البناين فوكال ليجنز حاجة اسمها ريجنراتيف نيديولز ومن اسمها نيديولز بتحصل بعد انجري في الكبد ودي غالبا بنشوفها في المرضى اللي عندهم تلايف في الكبد يعني برغم ان المريض عنده تلايف لكن دي حاجة حميدة مش ورم خبيس فالريجنراتيف نيديولز بنشوفها اكتر حاجة في المرضى اللي عندهم تلايف في الكبد اما بالنسبة للماليجن انتليجنز البقر الخبيثة اللي ممكن نشوفها فطبعا اشهر حاجة او هباتيك سيل كارسينومة ودي برايماري هباتيك تيومر يعني ورم بيجي في الكبد نفسه غالب بيبقى مريض عنده تلايف في الكبد 90% من الحالات او عنده عدوة بفيروس بي او عدوة بفيروس سي او بيشربوا حليات بكميات كبيرة زي ما قلنا عوامل الخطورة النوع الثاني من البقر الخبيثة هي الكولانجيو كارسينومة ودي عبارة عن ورم او ماليجنانسي لبايل داكتس القنوات المرارية سواء هباتيك او اكسترا هباتيك بايل داكتس يعني سواء كانت القنوات المرارية اللي داخل الكبد او خارج الكبد كمان النوع الثالث اللي انت ممكن تشوفه اللي هي ميتاستاسيز او بقر ثانوية زي ما قلنا مريض يكون عنده ورم سرطاني في مكان اخر وبدأ يحصل انتشار لهذا الورم وتكون البقر اللي موجودة على الكبد دي بقر ثانوية وفي الحالة دي زي ما قلنا لو طلعت بقر ثانوية فالمفروض ان احنا ندور على بالزبط ونشوف مكانه ونتعامل معاه طبعا كل الماليجنان سيدي بنحولها لمعهد او رام متخصص عشان يتعامل معها ربنا يشفي الجميع ان شاء الله وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم